اهلا بك عزيزي الكنج. انا اود اضحك الروكب. لا اعطي كمان. احنا بنرجي كتير ليه? سبط الفشار جايز خو الشع الفان. وكصة فيلمنا بتبدأ بعد ما تسببت الحرب العلامية التانية بالقبضة على شباب كتيرة جدا. وده نقاص عدد العمال في انجلترا بشكل كبير. وطبعا كانوا محتاجين عمال في مزارعهم ومصانعهم فعشان كده كانوا بيشجعوا الهنديين انهم يهاجروا. وهاجروا ناس جتيرة جدا من الهند هجرة انجلترا. وهي لسه مستقرة. بس في سنة الف تسعمائة واثنين الهجرة وقفت ومحدش بقى عارف يدخل انجلترا بسهولة. وبيبدأ الفيلم في لندن الفين تلاتة وعشرين في مستشف الجريس ماري. واللي بيكون ممنوع في المنطقة دي التدخين تماما. وبنشوف المريضة اللي نايمة على السرير ولما بتشوفها عامل النظفة مع سجاير. بتشدها منه. هات يا اولا السجاير ممنوع التدخين هند. وكده يا النظام. لا اكده اخذ يراحتك على اخر. بس هتطلعنا اشربها بره. وفعلا بيطلعها وبيقف في رايب الدنيا. لكن مرة واحدة مش بيليها. وبيكون كل الناس مستغربين سواء في المترو او في الشارع. بجهاز المحلول اللي هي ماشية بيه. وبتروح عند المحامي باتل وده بيكون مسؤول عن التأشيرات بتاعة الهجرة الشمال. طبعا بتخش عليه وتقول له يا بدك جاسبة في التأشيرت. فبيطلعها بره وبيقول لها اسمعي ما فيش اي تأشيرة هتوديك الهند. عشان الموضوع ده صعب جدا. انما تقدروا يتروح السين بك استنسا غفورة. انما الهند دي تنسيها تماما. ما فيش دكر اصلا هيدخلك الهند بعد اللي حصل. فبتقول له لا في راجل واحد بس اللي يقدر يوصلني الهند غصبا عن التخين. بيقول لها مين? فبتقول له هاردي. بيقول لها قصدك الجندي المجنون. بتقول له ايوة. فبيقول لها انت لسه بتكلمين. بتقول له لا طبعا ان الكام ده كان في المحكم اخر مرة من انت كنت موجود معانا. بيقول لها يا ستي زمانه مات يا عم فالله ولا فالك. بس لو لسه عندك سنتيش هامة هات راكبه. وبعدها بنشوف المسابة العبامية الجاري في مدينة تلاتة وطبعا المسابة دي اللي عوجيز بس. والحاكم بيعلن اسام المتسابقين وبيقول والان مع البطل اللي كسب السنتين اللي فاتوا وبنتمنى انه يكسب التالتة. الاسد المهين. الوحش العنطيل هاردي سنج بن المجنين. هو ده بقى هاردي اللي الفيلم كله هيموت عليه. روح رواحة جده ده انتعته بتموت. وبيجي الاستاذ بتاعه جيتو. وبيكون مع التليفون بتاع هاردي وعمال بيرينه وهاردي بيجهز للمسابة. وفي نفس الوقت جيتو بيقول ان الاتصال من لندن وبيرد على التليفون. واول ما بيسمع الاسم بينصدم. وبقالوا صوته بيقول هاردي. في الوقت ده المسابة بتبدأ وجيتو بينزل يجري ورواه بس مش بيلحقه. وهاردي بن العنطيل بيسبق الكل وبيكون خلاص فاضل له كم متر وهيكسب. بس جيتو بيمسك الميكرافون وبيقول هول اللي بشغلها هول. هول اللي بقى الكن. هول. نهار يا سود. انا بقول ايه هاردي. اتصال من لندن ما نول اللي بتتصل هاردي بيسمع الاسم ده وبيوقف المسابة وبيبص له كل المتسابقين من الصدمة. رغم انهم مش فاهمين حاجة هم كمان بس بيبصوا. واول مهاردي بيعرف انها مانو بيروح وبيمسك التليفون جارب. وبيقول لها الو هي من الصدمة ومن الفرحة في نفس الوقت مش بتكون قادرة ترد عليه. وبتقول له انت فين يا لا. بيقول لها نفلاته. بتقول له انا كنت بفكر فيك. وبتقول له عايزين نتقابل. فبيقول لها ليه هو جوزك مت. بتقول له اكيد يعني مش هحكي لك قصة كلها في التليفون. وانا عايزك تجي دبي يوم واحد وعشرين. بيقول لها ليه? فبتقول له هقول لك لما نتقابل. بيقول لها اكيد طبعا مش جاي. فبتقول له ليه خايف مورتك تقفشك. قل لها حبيبتك القديمة في مشكلة كبيرة ومحتاجك. هاردي بيسأل هي المشكلة. فبتقول له تعالى الم واحد وعشرين وهابل لك شخصيا. وبعدها بتقفل معاه وبتقول له جهز لي تلات تأشيرات سفر لدبي. بيقول لها ومين الاتنين التانين? وبنشوف الاتنين الهوب لدول. ومانو بتجلهم في عربية وبيكونوا مستغربين هي خرجت ازاي? فبتقول لهم هرب. المهم دلوقتي اتجاهزوا نفسوكم عشان انروح لهن. بيقول لها طلعت التأشيرة فبتقول لهم لا هنروح دبي. بيقول لها اناعمل اف دبي. هنشوف الهند بمورجة خليفة. بص انا همشي دلوقتي ولو عايزين تيجو تعالوا. طب وزاي هنروح لهندي من دبي. فبتقول له هاردي جاي وهو هيتصرف. بيسمعوا كلمة هاردي وبيموتوا من الفرحة. ووالي بيبيع محل الخياطة بتاع بعشر تلاف بدل خمسة وعشرين. وبيقول للواد مش فاري معاي عشان هرجع الوطن. وخالد بيصور المحل اللي شغال فيه وبيقول صاحب المحل عشان تكون ذكر. فبيقول له اطلع يا حيوان عشان لسه فاضل لك تلات داعي وتخلص شغل. فبيروح يجيب الشرشوبة وبيشارش بوشه. وبيقول له ان راجع الوطن يلا وبيمشي. وبعدها التلاتة بيروحوا المطار وهما في منطقة الساعدة وفي الطائرة بيسألوها هاردي هيوصل لدبي امتى? فبتقول له مش هيجي بينصدموا. بيقول له يا بيت ده انا بعلت المحل بتاع الهدوم بتاعي. بتقول له يا عم انا عرفت ان انا في مشكلة. فبيفرحوا بيقول له كده هاردي جاي رسمي. وبيشغلوا فيلم هندي والتلاتة بيصراحوا. وبيفتكروا ايام زمان. وبيقولوا الحين دلوقتي مش قادرين نستنى لحد ما نروح الهند زي من خمسة وعشرين سنة ما كناش قادرين نستنى لحد ما نروح لنا. وبيرجعوا لأيام زمان لما كانوا بيحلموا النوم يسف. مشكلة مانو هي بيتها. اخدوا كرد كبير ومعرفوش يسددوه جو الراجل طردهم من البيت لحد ما يسددوه الكرد. واعدوا في القشة اللي قدام البيت. اما بقى مشكلة خالد فهو بانطلون امه. عشان نزلت تشتغل في المصنع والكل في الشرع بيبص على بانطلونه. وبالي مشكلته صوت مكنة الخياطة بتاعتهم. التلاتة اشتغلوا في شولانات غريبة وخالد اشتغل في اللبس الواسع واضطرد من اول يوم بسبب انه غلط في البنت الدخينة اللي جوه. ومانو اشتغلت بتعمل في طاير برصة. وربنا اسمع كده صديقي. وبالي اشتغل حلاق والتلاتة كل واحد فيهم كان بيواجه صوبها في الشغل. وكانوا حلمهم يسافروا انجلترا عشان كل الناس حتى طيارة فوق سطح بيتهم. يوم بيروحوا الواحد بتاعتها اشارات مضروبة وبيقولولوا انهم عايزين يسافروا انجلترا. فبيقولولهم عندكم املاك او شهادات او اي حاجة من الحمشتكنات دي. فبيقولولوا له احنا عجان. بيقولهم بس كده سهلة. بيطلع لهم صورة واحدة اسمها الانسة كاترين مواطنة بريطانية ومحتاجة تتجوز عشان ترجع بريطانية تاني. وهي دلوقتي موجودة في الهند واللي هيتجوزها هيروح معايا. بالي بيقول لنا هيتجوزها. فبيقول لي خالد خلاص هتطلع لك تأشيرة شغل. وبيدي الكل واحد فيه مورقة فيها اللي هيحصل عليه. قصد المزيف يعني. وخالد بياخد تشهاد الدكتور. وما انه بتاخد تشهاد الرياضية. يعني لازم ان تكون مصارعة. وعلى الاقل لازم ان تكون احتياطية. لحد ما يسافروا. والمدرب الرياضي يزميلي وانا اتكلمهولك بس لازم ان تتعلمي لك حركتين للاول. وبيقولهم انا اخد عنافر خمس سلاف. يا عما ما قلنا لك احنا عجان. طب يلا اولاد الكلب اطلع بر. طب اسمعني بس. انا امي عندها مدخرات بمئة وخمسين الف. كده بجد خلاص هتفلوس وتعالي بكر. وانت يا مانو شفيلك مدرب مصارعة. فبتقول طب انا هلاقي منين مدرب مصارعة دلوقتي. ومن غير الفتى المهيب. الجاحد الميصير هاردي بن المجانين. كان لسه عائل كده شرخان في نفسه. وبينزل من القطر وهو معها حلويات وحاجات كتير. وبيكون جاي مدينة لاته. والواد ده بيغبط فيه وبيوقع منه الحاجات. بيقفوا ويتخنقوا بس بيسمعوا سلطة المدرسة بتغني النشيد الوطني. الاتنين بيقفوا زي التمثيل وبيقولوا النشيد. والواد ده بينزل ياخد الحاجة. سلاميها عيال. وهاردي بيقول للراجل انا بدور على واحد رسم واشمل فهده على ايده. ما تعرفوش فبيقول له روح مطعم بوبي. بيروح المطعم اللي بتكون شغالة فيه هي مانو. وزميلها بيكونوا قاعدين في المكان مستنينة. وبتقول للواد اللي شغال عندها انا هامشي بدري النهاردة عشان اروح اتضرب. عشان انت عارف اسافر. فبيتعصب وبيقول لها ومين هيشيل الزباين. فبتقول له انا مال يا عم. بيقول لها انت اللي هتشتغل هنا يا بات. وحتى اصحابك دول يمشوا من هنا ويالله ترضيهم. بتقول له طب اخرز بقى وبتقل على اللبس. وتروح تقعد على الترابوزة وتحط رجلها في وشه. روح بقى هاتلي ليمون جوس. ده انا هعمل منك لبنجا موس. بيروح ليك بقى عصائية بس الشبوحة هاردي بيقف في السكره. فبيقول له انت مين يا لأ. بيقول له انا هاردي اسمح لي بقى اقدم لك احترامه. وبيروح مزحلها وجايبه على طيبة قلبه. فبيقول له انت بتجم علي يا ليه. بيقول له عشان انا جندي يعرف الناس الحسن اللي زيك. ودلوقتي انا هديك ده ريون انت هتقوم تضرابي. وفي الوقت بيقوم عشان اضرابه بس هاردي بايده بيعمل حركة كده وبيروح جايبه على طيبة قلب. مهارس. كده الفردي تنام. اطرار وده مع السبنة ولا ماشي كده على الله. ومانه بتاع جابيه وبتقول له ممكن تعلمني المسارة. فبيقول له اسبك انت انت مانجو والله. بس الاسف والله انا جاي زيارة والاطر بتاع حيمشي بالليل. بتزعل وبتمشي وهاردي بيقول لها ما تعرفوش راجل هنا من القرية. رسم واشم الفهد عليه له. بتنصدم لانها عرفها وبتقول له تعالى معايا. وفي الطريق بتقول له دخوية. وبيقف عند بيتها وبيقول لها بتكون جميل جدا. فبتقول له وفعلا جميل بس ده كان بيتنا. نما حتة العشة دي هي اللي احنا عاديشين في دلوقتي. وبتحكي له قصد بتهم وبتخش على جوة بتخليه سلم على ابوها ومام وبيعرفهم على نفسه من البلد اللي جاي منها. ما تجيبش سلط البلد دي تاني. دفع عائل اسمه هاردي للبائس. الارهابين ضربوه بطلقة على الطريقة السريعة وابن شلو على كدفه ووديه المستشفى. وساعتها هاردي لاحز واشم الفهد. والأم بتقول ابن يتخلى عن البطولة بتاعته عشان يوديه المستشفى. وكان بيهتم بيهو وسابت كاسد بتاعه احناك بعد ما كان مشغله عغالي. وهاردي كان لسه يطلع كاسد فالأب بيقول عدت سنة ابن الجزمة ما جايش يشكره. ما انا بتحاول تفهمه هاردي بيقول له اصله. البائس كان قاعد لمدة سنة في المستشفى. ولما خرج النهاردة جاي على هنا مبوشرة وبيطلع الكاسد وبيقول له كنت جاي ارجعه. واشكر ابنك الا صحيح هو فات. بيفضلوا يبصوا البعض وفي الوقت ده بيجي عائل صغير. وما انا بتقول له هو ده ابنه. واللي وراك دي تبقى قرملته. هاردي بيوقف مصدوم ومر رأحد عينه بالدمة. وما انا بتقول له اخوي اعمل حادثة وهو راجع من عندك. بس ساعتها ما كانش فيه حد موجود عشان يشيله على كدفه ويقديل المستشفى. هاردي بيتأثر وبيبصر الصورة بتاعته وهو زعلان. وما انا بتقف معاه على السطح وبتقول له ان بلاي شال اليفطة بتاعتهم واخد البيت. وابويا فضل يعيط وقال له ابنك لسه عايش ما كانش حد يجرق وياخد بيتي. بس انا قلت له ابنتك لسه عايشة وهشتغل وهرجع لك بيتك تاني. وساعتها هحط اليفطة بتاعتها. عشان كده هسافر لندن وهجمع الفلوس. هاردي بيقى بشجاعتها وبيقول لها نبدأ تدريب امتى. فبتقول له طب والاطر بتاعك هيتحرك بالليل. فبيقول لها اخوكو خسر فرصة حياته بسببه. وانت مش عايزان اخسر رحلة قطر. وقعد مني بعد ما ركبك الطيارة بتاعت لندن. هركب ان القطر بتاعي. ما انه بتعجب بيه جدا وبتقول له مستعدة للتدريب. وطبعا في التدريب بتكون حاجة جنيلة. وبتقول له يا عم اعلم ده حاجة سهلة. فبيعلمها حركة الشقلبة. وبيوقعها. الله اخرب بيتك. مش عافعة تاني. وبعدها بتقوم وبتتدرب وبتجرب الحركة عليه. وفي خلال اسبوع كانت متعلمة. وبعدها بالي بيروح المكان اللي المفروض هيتجاوز في البنت البريطانية. وفي نفس الوقت خالد بيروح هيقدم على التأشير على اساس انه دكتور. والمفروض يعني صديق انه دكتور كيلة. والراجل ابن اللازينة بيكون عارفه وبيسأله هيك كيلة فيه? مش بيكون عارفه ويفضل يحط ايده في كل مكان في جسمه. لحد ما بيحطها في. فبعدين الراجل بيقول له يا غافي كيلة هنا. فبيقول له الله ما حاطت ايه دي هنا انت بقى لا ما اخدتش بانك. فبيقول له طلبك مرفوض يا ابن الجزمة. ونرجع لبالي اللي بينصدم لما بيشوف صورة مراته مع واحد تاني. وبيطلع ان دي كلها اشتغلها والمعبك كله معاني نفس الحكاية. وبعدها هاردي بياخد مانو للراجل بتاع التأشيرة عشان تقول له ان هي جاهزة. ولما دخش بتلاقي المكتب واضي والناس قاعدة بطلتم على اوشها. خليب بيقول لها دلوقتي انت اللي هترجع لي فلوس ام يا بنت الهرمة. وانا اللي كان نفسي لبي سمي بطلون ايد النيا. فبتقول له على اساس ان امك يعني ماشي عاري انا. بيقول لها عاري انا مين يا بنت الكار بتاعليلي. فبتلفوا لفة وتوزع والواب بيحاول يوشنو نفسه بعادية. فهاردي بيقول له خلاص يا عم انا هتصرف مع عمك. بعدها بياخدوا على بيتهم. وبيقول له ممتاز هيحل لك كل حاجة. وبيخش رمو بيقول لها ابنك اتجوز واحدة اسمها ممتازة. والصراحة كان عندها عيلين كل واحد فيهم قد البغل وخلوه مش نفع تاني وقاعد على كرسي. بتفضل تعيط وبتندم على حظافة بيقول له اخري التيلة بقى هو اخسر المية وخمسين الف بتاع من الدخلات. فبتقول له تولع الفلوس المهم سمعت يا اذا خالي تخش يا لك خالي. بيخش هو خايف. وهاردي بيقول لها كل حاجة كدب معادة المية وخمسين الف. فبتقول له المهم ابن يا ابن الكلب. وبتروح له وبتقول له يحلف انك مش هتسافر لندن تاني. ويروح على جديته عشان يحلف عليها. وجديته بيقول له شبه انا اعلن اللي بتحلفه عليها على طول. فالوقت مش بيكون طاق جديته وبيحط يده على رأسها. وبيقول بحلم بحياة جديتي اني مش هفكر يسافر لندن تاني. واما يا جديتي دموت. وعشان الوقت سادق في حلفانه بنشوفه نفس اليوم شيناء على تابوت. وبيشوف مكتب عرض تأشيرات السفر لانجلترا بنص السعر النهاردة. بس بيدي ضهره للتابوت وامه بتنصدق. اتدور يا بده الجهز ما احرقت له. فبيقول له يا اسطح انت مش شايف. بيقول له ولا انت اقسمت على حياة جديتك. بيقول له يا عمها جديتي ما تلقحها قدامك ايوم ميت. ما وانا اصلا ما كنتش طيقة عشان كده حلفت عليها. واضي على الطرع فين? امسك جديتي عبل ما خش الحمام وايك. امه بتنصدم والراجل بيقول لي بالي هي ميتة. فبيقول له لأ هنودها الشيكوزي ونرجع تاني. وبعدين ايه ده لك ما انا عايز اخش الحمامة بمسك يا تسيبولي على اولاد الكلب دو. خليك انت بس انا حاجة عبل ما احنا كمان نخش حمام ونيج. امك هتقتي لك يا بتسيب الجلازة وجاي تقعد في المكتب. فبيقول له يا عم دول عاملين عروض حلوة. بيقول له زي المرة اللي فاتت كده. وبعدين انا بالفعل هخليكم تسافروا لندن ومن غير فلوس. بيعرفهم ان لو بيعرفوا يتكلموا انجليزي ودخلوا الامتحام في السفارة هياخدوا تأشير السفر للندن. عشان بيتكلموا انجليزي. بيقول له لازم ان ندور على استاذ كويس عشان نتعلم عنده. وبنشوف الاستاذ جيتو. ايوها صديق اللي كان في اول الفيلم. بيقول لهم صباح العسل البصل وصل. وبيعرفهم على الطلاب الجداد وبيظهر سوكي بيقول له يا ريت تعلمني قبل تسعين يوم. وبيكون بيتكلم وهم تعصب و هاردي بيشوف وبيكون عايز يعرف قصة. الوقت ده بيقول للاستاذ انا عايز اخش الحمام. فبيقول له الله يا فكري يا ابني. وبيعلمهم بالانجليزي. انا بيركز معاه. وبعدها سوكي بيقول له الكتاب ده في الفين كلمة. احنا ازاي بقى هنحفظهم في الاغاني. وبيتعصب وبيسيبهم بيبش. وهاردي بيقول للاستاذ في الجيش في طريقتين عشان نخلي الواحد ما يشوش. الولد ضربة والتانية مشروب الروم. وبالليل بنشوفهم ومخليينه ساكران طينا. وبيحكي لهم ان هو بيحب واحد اسمها جاسي. وكانوا بيعشاوا بعضه ومتفقين على الجواز. بس ابوها جوزها العيل من لندن. واول ما سافرت فضل يضربها لدرجة انه بوزلها طابلة ودنها. وتلاقيتها بعد تالي جواب بتستنجب بيها وبتقول لي الحانة يابلي ما موت. هاردي بيقول له ما هم كده شباب لندن بياخدوا بنات بلدنا من نينا. وسوكي بيقول له انا روحت فرحها عمانو بتقول له عشان تحرجها فبيقول لها عمري ما كنت هعملها. هاردي بيقول له طب وانت زعلان ليه? عرفني يلا بيت ابوها وبينزل وبيروح هادف طوبة على بيت ابوها. بيقول له اصحى رجلة عارقة بتجيب عارس من لندن وسيبنا احنا. انت فاكر ان الرجالة ما عندهمش قلب. لا احنا برضك بنحس زيكم. ما انه بتقول له كفاية. فبيقول لها على فكرة بقى. انا كمان كنت بحب جدا. وعروس يهربت مع شابة من لندن. وانا كنت راكب الحصان وعامل زي المهرج. وكل الناس بيت بتقول لي المهرج راح المهرج جاء. وفي الاخر راح تجوز لبنتك من واحد من لندن. فبيقول له ايو ابني بس انا ما عنديش بنت. هاري بلنصدم وبيقول له هو مش انت يا عام حنبولو. فبيقول له لا ده الشباك اللي جمبر. امان سيب نهر بنبادري ليه عبد الجذب. رجع لي الزلاطة بتاعت يا راجلي عر. وبيروح على بيت عام حنبولو بيكسر الازاز. وبيقول له طلع على بس ما انا وبيتربس الباب وبتاخده وبيجره. وتاني يوم في الحصة ومش بيكونوا فاي. الاستاذ بيقول لهم في الاختبارات هيقول لكم انتو لازمة تتكلموا المدة دقيقتين بالانجليزي. سوكو بيقول له احنا مش حافزين غير انا عايز اروح الحمام. وعايز اجي من الحمام. مش حافزين اي كلمة تاني بالانجليزي. واحنا محتاجين سبعين كلمة انجليزي. فبيقول له تفرج على الافلام انجليزي. كل افلام انجليزي. اعمل اي حاجة بالانجليزي. باتفوق عم هاري. صبح صبح. وربنا انا فاي. والاستاذ بيقول له تقدر توصيف لي حد من صاحبك في الانجليزي. فبيقوم يغني وبيقول اي كلام. الكل بيفضل يضحك عليه والمدرس بقول له ده انت اعزم مهرج يا جاعة. هاردي بيتدايق ومانو كمان بتكون في منتهى الحزن عليه. وبتقوم تزعى للاستاذ وبتقول له ده مش مهرجة وبس مش بتعلم انجليزي. انما انت لو عايز تتخلق معاه وقبلك في الشارع هيعمل منك شور بالكوارئ. وبتشتم الكل وبتاخد هاردي وبتمشي. وهاردي بيكون سريح في جمالها وخلاص ويع في حبها. وبيفضل يتخيل نفسه بيغني وبيتقرب منها طول الوقت. وفي يوم بتكون بتتفرج على التلفزيون. والبطل بيركع وبيعترف للبطلة بحبه. ومانو بتفضل تعيط وهاردي بيوقف الفيلم وبيسألها مالك. فبتقول له هو ده الحب الحقيقي. اي راجل لو عمل كده مع بنت استحالته رفضه. وهاردي بيفضل مركز معها وبيرجع يشغل فيلم. ومن بعدها بيتقربوا من بعض اكتروا. في يوم ما انو بتشتري طيارة وبتدخل بها المعبد وبتصلي. وطبعا بتكون بتدعي انها هتسافل لندن. وهاري بيفضل بسط لها. فبطل انت ببصلي كتير ليه? دلوقتي تركز في الصلاة. لما نروح لندن وبقبصلي بوحتك. فبيفضل يضحك وبيكمل صلاة. وتاني يوم لما الاستاذ بيروح للفصل بيلاقي كل الطلاب حافظي انجليزي. ويقول له اختبارنا. وسوكي بيتكلم دقيقتين كاملين انجليزي محترف. وبيعرفوا ان سبعين جملة مكتوبين على الصبورة. بس فيه تلات نقاط بس نقصيد. وهم دول السؤال اللي هنتسئلوا وهنرض باجابة واحدة. فبيفرح جدا وبيقول لهم احفاظ السبعين جملة دول. وبعدها بيروحوا الامتحان وبالي بيد جواب للموظف. اما البي فبيكون متوتر ومنه بتنصدم لما الموظفة بتقول لها الامتحان بتاعك هيكون ان انا وانت هنتكلم مع بعضك ان انا حدث. وبتسألها انت اكلتي ايه? فبتقول لها على اسم الفتير اللي هي شغالة فيه. وبتبدأ تتكلم انجليزي مكسر ولوما الموظفة بتسألها بتاكل ايه غيرها فبتقول لها ما مطفعش حاجة غيرها. وبردك بالي بيكون على الله حكيته بس بيقول نفس الكلام الانجليزي اللي تعلمه. اما خالد في الموظفة بتقول له ام اب بيروح الحانة. انه تقصصها. مش بيعرف يرد وبيقول لها انا بي اصلا ما ناسف يا ابني. انا افتكرتك بيقول له امي ميتة. فبيقول له ناسف يا ابني انا افتكرتك. المهم يعني بيموته العيلة كلها. راجل اوسيت. فالراجل بيقول له خلاص تقدر تمش. فبيقول له يا عم استنى لسه معايا سعين ثانية. ده انا مستعدة ام اقول لك البلد كلها فيه. دول تسعين ثانية. وبيبدأ يتكلم عمانه وقديه هو بيحبها ونفسه يصفارها. وساعتها هيعترف لها بحبه عن نساءة بيك بين. وبيقول له اتمنى انك توافق وتعدينا وسوكي بيكون متوتر ومش عارف يجاوب والراجل بيرفضه بس سوكي مش بيرضى يطلع. وبيترجى الراجل وبيقول له انا بس عايز اروح انكس حبيبته واجه على طول. والراجل بيتأثر بكلامه. وبعدها النتيجة بتظهر وبايلي بس هو اللي بينجح. انما باي زمايله فكلهم بيسقطوا. والوقت سوكي بيغمى عليه من الفرحة وبعدها بيعملوا احتفال كبير جدا وسوكي بيكون في منتهى الحزن. والاستاذ بيجي وبيفضل يعمل دعاية لنفسه بس سوكي بيجي وبيشتمه. وبيقول للصحافة الراجل ده غشاش. وبيوجه وشه قدام الكاميرا وبيوري الكاميرا لصحابه كلهم. وبيفضل يقول عليه غشاش. بس هاري بيوقفوا بيقول له ما تقلاشوا احنا ادينا البالي عنوان حبيبتك وهيروح لها. وبعد البالي بيمشي وسوكي بيضرب الاستاذ بالشبشب في وشه. وبيلوه ما على اللي حصل. وتاني يوم بيروح يوقف قدام التليفون وبيكون مستني مكلمة حبيبته. والاستاذ بيجي له بنفس الشبشب بس مش بيكون جيد خانة. وبيقول له انت رميتني بالشبشب ده بس اجي في قلبي. ويالله لم هدومك عشان هتسافر. سوكي بيسأله ازاي فبيقول له يعني الهجرة الغرش رائية. ولازم ان تعرف ان احتمالية النجاة خمسة وعشرين في المية. هاردي بيقول له طب واعتبعته ليه? فبيقول له عشان اللي فضل هنا احتمالية الموت مية في المية. انه بتسأله طب والفلوس قد ايه? فبيقول له خلاص انا دفعتها. وده اللي واجب اعمله. سوكي بيشكره بس صاحبه بيجي بيقول له الحقيات مكلمة من لندن. بينزل جاري وبيقول له يا جاسي انا جاي لندن يا بنت قلبي. بس بيلاقي صاحبه اللي بيكلمه بيقول له خبر فشل اكوصل لجاسي واللي اسف انت هارد مش بيحسك نفسه والتليفون بيقع وبيمشي في الشارع مصدومه بيمسك البقور وبيرش على نفسه منزيل. وهارد بيشوفه وبيجري عليه بس بيكون ولع في نفسه. بيروح يطف فيه بس بيكون فات الاوان. وبيقول له عرف جاسي ان خلاص خط التأشيرة ورايح لها وبيموت. وهارد بيحضنه وبيفضل يعيطه. وبعدها بيحرقه جسيته. تحرقه ايه ما رايح دين يا واخرى مولع. وهارد بيقول حبيبته انتحرت وهو ما راحش للندن عشان مش بيقع في تكلم انجليزي. احنا حكمنا البطانيين لمدة كارن وما فرد نص هتريتنا على حد انه يتكلم انجليزي. وازاي هم يطلبوا مننا كده. وهدي صاحبي مات بسببهم. وبيقول لي مانو وحيائتك عندي لوديك لندن. واحنا التلاتة هنرمي رامات صاحبنا جنبها حبيبته. احنا ما نملكش تأشيرة بس اتذكر يقفنا. وبعدها هارد بيبيع بيته عشان تمان الهجرة الغير شرعية. وكمان اتنين صاحبهم وانضموا الوام في السفر. وبيقول للاتفاق ان في مركبة هتوديهم باكستان ومن هناك هيتنقلوا في عربية الافغانستان. وهيصيروا كده لحد ما يوصل لندن. وهارد بيقول للراجل بس قاتلي رقم العملاء عشان ما نتسوحش في اي بلد. والبنت تي هنسميها ياسمين وبتقول انها قبل ما تمشي هتودع بلدها وبتاخد طراب. وبتحطها في العلبة بتاعتها. وبعدها بيتحركوا بالمركب ومرة واحدة خالب بيشوف حاجة. وهارد بيبص بالممزار وبينصدم انه حارس. والمركب بيوقف والراجل بيقول ما يخصنيش من هنا انتو لوحدكم. يما ترجووا معايا هارد بيقول له الكلام ده عندها. ويبصوا وراءه بيلاقي احبال في المركب وبنشوفهم بالليل وهما ماشيين وحطين اجهزة تنفس فوقهم. ومانو بيعدي من جنبها تعبان فبتتراف وبترمي الجهاز وبتطلع على وش المية. الحارس بياخد باله بس هارد بيشدها. والحارس بيشغل النور وبيفضل يضرب النور. وبيفضلوا يعوموا وكل ده هارد مش معه جهاز ومانو خايف عليه. وبعد ما الحارس بيوقع في الجهاز هارد بيطلع على وش المية وبيلبس الجهاز بتاعه. وبيقول احنا احنا افضلنا ماشيين في المية حد تاني يوم ووصلنا باكستان. ومانو بتقول له ما تعملهاش تاني وتموت نفسك عشان. فبيهزر معها ويدحك. وبيقول لهم يلا يا رجال عشان نكمل. وبيوري خالة السور بالي. واللي بيكون بقى عنده بيت وعربية وكل ده في ستة شهور بس. وبيكملوا طريقهم في عربية تلاجة. وهارد بيغطي منا بالجاكل بتاعه عشان خايف عليها. وبيفضل يهزروا مع بعض افبايا العربيات ومانو بتكون معجبة بيه. وبيقولوا انهم فضلوا ماشيين كتير جنبه الرصاص والكنابل وكان الخطر خلاص قريب منهم. ودخلوا حدود ايران بفلوس. ومشينا يامين كاملين في السحرة عشان نوصل للقطر اللي هياخدنا لتركيا. وساعدها الجيش الايراني شافهم وهارد بيقول لهم كمله بس الزابط بيقول له عف عندك يلا. وبيبصلهم وبيشوفهم خايفين. وبيقول لهم يجرب. هارد بيقول لهم بلاش. وبيخلي مانو خالد وقفين جنبه. وبينادي للتلاتة تانين بس العساكر بتضربه وبيرقضه مع الارض. والزابط بيطلع بالكنصة بتاعته. وبيقتل اول واحدة. واللي هي يا اسمين. اخوها بيرجع عليها بس بيقتله هو كمان. والتالت عشان رجولة زيادة فبيمسك توب عشان يقتله بها. بس بيقتله هو كمان. وبيرقص التلاتة قدامه عند الخيمة بتاعته. وبيكون مواجب بمانو بيقول لها تعالي على جوة. ولما ببصل هارد بيكون هيتلة. بس هارد بيقول لها قمي على جوة. وبيكبرها انها تدخل معاه. وبيقول لها هارد يلا طلع براه. ومانو بتفضل ماس كفيفة بيزقها. والزابط بيروح عشان يعتدي عليها. بس هارد بيمسكه وبيعكزه. وبيقول له ازبت ياب لامك. وبيفضل يضربه وبيخرم جسمه كل حد ما بيقتله. وبيروح معاده عالكورس وبيحط في بق السجارة. وبيفضل يخبط في الحاجة والجنود اللي برة. واحد فيهم بيروح عليه. بس هارد بياخد منه السلاح وبيقتله. والتالي بيمسك صاحبه وهارد بيشيل استفارة. والواب بيشوف الكايد قاعد. وهارد بيرفع فراسه في السلاح. وبيفضل يقول له ونزل سلاحك. وصاحبه بقول له انه بيسته نزل سلاحك. بس هارد بواحدة هيتشوت من بين دراع صاحبه. بيجيب اجل الواد. وبياخد منه وصاحبه وبينزيم. وبيمشوا وبيروحوا يرشوا وبنزيم على صاحبهم. وبياخدوا تراب بلدهم وبيولعوا في صاحبهم. وبعدها بيركبوا القطر وهارد بيهزر مع منه عشان تفقه. وبياخدها في حضنه ومنه بتقول له انت بتضحي بحياتك كده ليه عشاني. فبيقول لها عشان بعشان يا بنت قلبي. بتقول له طب وانت ليه ما قلت ليش يا بدي الكلب. بيقول لها ما اجيت اقول لك فقلت لي صلي ولما نروح لندن وباعترف لي. وانا عند ساعب بيكبن هاعترف لك وهتقدم لك. ومانو بتعايته وبتترمي في حضمه وبعدها بيلفه ما بين حتة وحتة لحد ما بيركبه سفينة لمدة شهر ودي بقى اللي هتوصله من لندن. وبعد ما بينزلوا بنشوفها عربية شاي لمراتب وبتوصل مزرعة. وبتطلع ان كل المراتب والحاجات دي مخبين فيهم المهاجرية. وبيطلع براه. وممهم مش مصدقين نفسهم. وبيقابلوا اتنين وبيسألوهم احنا فين فبيقول لهم احنا في لندن. وساعتها بيفرحوا جدا ومش بيكونوا مصدقين نفسهم. وبعدها بيروح عند ساعب بيكبن ومانو بتكون مبسوطة. وهاردي بيقعد عشان يطلع الخاتم وقبل ما يعترف لها بحبه. صاحب بيقول له الحقيقة. صاحبنا بالد شهر وعملوه تمثال. بيروح عليه وهاردي بيقف مصدوم. وخالد لسه مبسوط بالتمثال. بس الصدمة الاكبر ان ده بيطلع بالي نفسه. وبياخد هاردي بالحضن. وبيعايت. وبعدها بيوديهم على بيته. او بمعنى اصح. سكن المهاجرين لغير شرعيين. هاردي بيطلع بره وبيبص على الصورة. ومانو بتقول له ازاي ده حصل فبقول لها عشان لقبول بتاعم وزيفة الوطبط عليها هتمسك. وهاردي بيلاقي البيت اللي بالي متصور وراه. وبينادي على بالي وبيقول له ايه ده وبيرمي الصور في وشه وبيقول له موسب امثالك يا حيوان. احنا بدي تبهدل كده. فبيقول له يا عم انت مش حاسس بحاجة. لو بعت لهم الصورة الحقيقة عمره ما هتاخد فلوسي. انا هنا بشتغط بسط مية وبعت لهم خمس ومية وباخد انا مية. انا ببهدل هنا يا اسطق. ومرة واحدة بيشوف عربية الشرطة بيقول له تعالى نتكلم جوه. وهاردي بيقول انهم اتبهدول كل واحد فيهم مشتغل شغلانا اسوأ من بلد. ولحد ما بتوصل الحكومة لمنطقة بتاعتهم. بس هاردي بياخد باله ولو وما الشرطة بتفتح البيت مش بتلاقيهم عشان بيكونوا هاربوا. وتاني يوم بيكونوا عند المقابر وهاردي بيقول لها انا راجع بلد. حتى تعرض لنا هنروح للشرطة ازاي? دي ولا بلدنا ولا دي ارضنا. وما انه بتقول له دي ارض ربنا وللكل. وبتقنعها بكلامها وبتقول له انا مش هسيب هنا. وبتقول له عشان خطري خليك قاعد جنبي. عشان انت راقلي. وطبعا بعد الكلام ده الشرخان بيضعف. الله عليك شرخان اجاب. الله الراجل يبني وثبت على المبدأ. وبعدها بيعرفوا محايم وبيرحولوا بيكون هو نفسه بتاع اول الفيلم. وبيقول لهم دلوقتي عندكم تلات حلول عشان تهيش. اما تشتروا او تتوسروا او تتجوزوا. تشتروا يعني تدفعوا مليون جنيه وهتاخدوا اقامة. والله يا حبيبي احنا لو معنا الفين جنيه ما كناش جنة هنا اصلا. الحل التاني هو التوصل. وده معناه اللجوء. وده معناه ان انجلترا تعتبركم لاجئين من الهند. يعني بمعنى صح هتستغلوا رماض صاحبكم. وتقولوا ان الهند حرقوا صاحبكم. انتم خايفين وجايين لاجئين. هاردي بيقول له خش على الحل التالت عشان بلدي ما تهدلش صاحب يا عم انت بتقول لي الكلام ده مش هتعرض على التلفزيون. بص يا ابن انا جندي وعمري ما ينكروا من البلدي. خلاص يبقى الجواز هو اللي هيديكم الجنسية. بالمعنى هتتجوزوا لمدة سنة. بيقولوله هي الناس غبية. فبيقول لهم لا ما هي الناس هنا بتاخد فلوس. وبيعملوا كده. وبيقول لهم مسال الواد اللي وعلاكم ده. خالد بيقول له لو عايز نتجوز راجل واخد الجنسية الموافق. فبيقول له يا حبيبي الكلام ده الميرو. هاردي بينصدم ومانو بتقول له لا. بيقول لها ما لو انت لاجئة هتتجوز يا عشيك. ومانو بتبص على الواد وبتبص الهاري بنظرة يعني فبيقول لها ماشي. وبعدها بتتجوز في الكنيسة عشان الجواز يتم فلازما يبصوا بعض. الواد بيكونها يبصها ومانو بتقول له لا. ولما بيحاول بتشيره بنفس الحركة وبتجيبه على الارض. بتقول له يا بدي الجاس ما عايز تبصني. بيحاول بالعافية بس بيجي الوحش ما بيرايحش وبيقول له رايحك عشي بيعمل وشه جزامة وبيسأل مانو كان عايز ايه. ما فيش يا عم ده كان عايز يبصني. يبصك هو ما فيش راجل انا ولا ايه. وبيروح يشارمحه فبيقول له المحام هو اللي اللي عمل كده. خلاص يا هاردي من غير بوصة الجواز مش هيتم. طب تعال لي وانا هقول لك ايه اللي هيتم. وربنا الكامل هو اللي اللي عمل كده. الكامل بيطلع يجري وهاردي بيجري وراب. والكامل بيستخبأ وبيقفل على نفسه وبيتصل على الشرطة. وهاردي بيقول انا هنا راجلها والشرطة بتوصل والمحامي بيلفت والشرطة بتقبض عليهم كلهم. بس مانو بتقول لهم بتقبض علي ليه ده جوزي وبتدي له بوصة كده عالطاية. بس الزبط بيعرف يوقعهم في الكلام. وبيسأل لهم عربية ايه? فبتقول له ما عرفش هو اصلا ما عندوش عربية. وفي الاخر كلهم بيدخلوا السجن وهاردي بيقول لها انا اسف. والمحامي بيجي لهم وبقول لهم دلوقتي مقدمكمش غير ان انتم تورروا الرماد بتاع صاحبكم اللي عضي وساعتها هتبقوا لاجئة. والله دي هيصدقكم. وبعدها بيترحلوا على المحكمة والمحامي بيدي الهاردي الرماد. وبيخش جوه ولادي بيطلب هاردي اول واحد. هاردي بيحط الرماد وبيلبس السماعة. الهاردي بيسأله ايه ده? فبيقول له رماد صاحبي بيقول له انت عايز تكون لاجئ عشان حياتك مهددة بالخطر في بلدك. فبيقول له انا مش متهدد بالخطر في بلدي. انا عاجزت عشان اجيب تأشيرة تجيبني هنا. انت كل حاجتكم ولبسكم وشربكم من بلاد برا. طب ليه بتمنعونا ان احنا نخش بلدكم? فبيقول له مجرمين ايه يا عم المهاجرين غير الشرعين مش مجرمين ولا حاجة. اما بس عايزين يحققوا احلامهم. بيقول له انت تعرف ان نص مليون بيخش لنا كل سنة هاجرية غير شرعية. وبسبب كده البريطانيين ما بقوش لقين شغل. فبيقول له مين دول اللي مش لقين شغل? انت لما يزيل لكم نص مليون كل سنة. فده الشغل بيكتر واكتصاب بلدك بيزيد مش بيقل يا خواجل. قاضي بيقول له احنا هندخلكم في حالة الحرب. مش في حالة زي دي. بيقول له طب هو الفرق بين الموت برصاصة والموت من الجوة. ودي نتيجة اللي حصل مع صاحب سوكي كان عايز التأشيرة لمدة يوم. يجي ينقص حبيبته ويرجع. ولما ما خدهاش ولع في نفسه بيفضل يعيط وبيفتكر صاحبه. وبيفضل يتكلم عن المعاناة اللي المهاجرين بيعشوها. وده دي بيتأثر بس بيقول له اسمع يا ابني انت صعبت علي بس انا ما اقدرش اديك اغلجوه. انما غير كده ما اقدرش. لا انا مش بوجه اي خطر في بلدي. للبلد اللي شاريتني وانا عملا ما مس سمعتها بكلمة وحشة. وانت قاضي فعلا ودلوقتي عايزك تطبق العدل. حكمت المحكمة ان هاردي سنج دايلون هيترحل على الهند. ما انه بتنصدم وهاردي بيشيل السماعة وبيقول تحيا الهند. والقاضي بيقول لهم فعلا صاحبكم راجل بجد بس لو حابين تفضلوا هنا لازم ان تكونوا لاجئين. وبيطلب ان ما انه تيجي الكوعة. هاردي بيمسك ايديها وبيقول لها يلا نرجع وطننا. فبتقول له انا هنا عشان استعيد وطني. يا هاردي. وبتشيل ايده وبتروح للقاضي. بيسألها انت هي حياتك مهددة بالخطر في بلدك. بتفضل تعيط وبتقول له ايوة خليني لاجئة. هاردي بيسمع الكلام دا وبيمشي وهو في كمة الصدمة. ومانو بتتدمر وبتفتكر كل ذكراتها مع هاردي وقديه سعيدة. وبتطلع تجري على برة وبتنديله. فبيفرح جدا ومانو بتترم في حضنه بكل قوتها. وبتقول له اتوحشني جدا. الكلام دا بينزل على قلبه زي السهم. وبيركب العربية وبيمشي ومانو بتقعد في مكانها وبتعيط. وهاردي بيترحل على الهند ومانو بتستسلم للحياة اللي هي اخترتها. وبنرجع للوقت الحاضر لما بيكون هاردي مستانية وبتكلمه وبتسأله انت فيد. واقول ما بيشوفها مش بيكون مصدق نفسه. ومانا اقول ما بتشوفه وبتفرح جدا. ان حبيبة قدامها بعد كل السنين دي. وصحابه كمان بيجولوا وبيسلموا عليه. وهاردي بيقول لهم طب انتم ليه ما جيتوش على الهند على طول. عشان احنا لاجئين. فعمرنا ما هنخش الهند ولا هناخد تأشيرتها. والهند نفسها هي اللي رفضت كده. وبيبدأ يسألهم انت اتجوزتو ده لأ. فبيفضلوا هيصدروا معاو بيقول له ايوة اتجوزنا. كم دا قول له يعني. ومانو بيسألها عن جوزها ارجون. وبنعرف انها بعطت له ضعوة الفرح بتاعتها. الكل بيقعد ساكت وبينصدم. فبيقول لها انا ياسف وميت. اوعي كنتفش بسأب يا كابت. فالكل بيفضل يضحك وهاردي بيكتشف انها متجوزتش اصلا. والنها طبعة ده واحدة بس عشان تبعتها له. وبتقول له عملت كده عشان تنساني. وتتجوز. عشان لو انا ما عملتش كده هتفضل مستنيني لعمرك كله. وبتقول له انت اتجوزتو اكيد مرتك مش اجمل مني. فبقول لها سيبك بقى من الكلام ده وعرفينا الخطة دلوقتي هنعمل ايه? هجرة غير الشرعية تاني. مش كده. فبتقول له موضوع الهجرة هياخد ستة شهور. يا ستي ومالك مستعجلة كده ليه? وعايزة تختصر الست الشهور. ايوة باختصر عشان ما قدميش غير شهر واحد بس وهموت. هاردي بينصدم. واصحابه بيعرفوه انها عندها ورم في دمخة وهربت من المستشفى. وعشان كده هتموت بعد شهر. وهاردي بيقوم بيدا عنهم وما انا بتقول لهم سبو ده جندي ومش هيعطه قدام حد. وهاردي بيفضل يصرخ وما انا بتروح له بتسأله ابويا حط اليفطة على بيتنا. بيقول لها لا حط حاجة تانية. وانا كمان حطت حاجة على سابة في بيتك. بتقول له طيارة اكيد. فبيقول لها لا هخليك تشفيها بنفسك. فبتقول رجعني بلدي عشان ما شفت شابوية من خمسة عشرين سنة. انا مش عايز موت في بلد غريبة. انا عايزة موت مع عائلتي. فبيقول لها هيخذك على وطنة. وكمان هتحتفلي بالعيد. بتقول له هجرة غير شرعية. يا وليه انت بيتقول ايه في سنك ده? مش هتقداري طبعا. وعد مني اني هركبك طيارة وهرجعك بها على بلدك. وبيريني على الاستاذ وبيقول له انت عارف واحد لهجرة الشرعية في دبي. فبيقول له بكر. بيقول له خلصة انا بعتلي رقمه. وهبعتلك على قيمة فيها شوية حاجات كده تبعتها لي الهند. وبيروح لبكر وبيقول له نتابع جيتو. عايزين نسافر الهند. بص يا ستا مدام معكم فلوس الشغلانة خلصانة. وهاردي بيعرفهم ان في حاوية تنقلهم من جدة الهند والموضوع ده هياخد خمسة ايام. وفي نفس الوقت بيجي لهم الطرد من جيتو. بيكونوا في الطرد لبس هندي. وعليه شعار صناعة في الهند. لا وكمان شوية جرايد هندية مع تليفونات عليها ارقام هندية. بخطوط هندية. عشان لو طبض عليهم هيقولوا ان هما سياح من الهند. وما انه بتهزدر وبتقول له انت بعتني ان هارجع بلدي في طيارة. ودينا في هجر غريش ريال تاني مرة. وبعدها بيركبه مع بكر وبيوديهم جدة. وهاردي بيقول لهم ادوا البكر جوازات صفاركم البريطانية عشان لو طبض علينا مش هيكون في دليل ان احنا بريطانيين. وبعدها بيبدأوا يركبوا العربية والصدمة ان بكر بيصوره. وبيروح يرسم علامة على العربية من بره. وخالد بيسأل السواق هنوصل بعد قديفة بيقول له هتاخد اسبوعين عشان ترجعوا لندن تاني. بينصدموا عشان العربية رايحة لندن مش الهند. وبكر بيقول لي السواق يتحرك. وهاردي بيرن على بكر بس ما بيردش عليه. لا وكمان بيقلق عنهم الشرطة والشرطة بتفضل تطرد العربية وهم رجبين في العربية وهيتجننهم. وبكر بيبعت السور للشرطة. والعربية بتوصل مينة والحاوية بتاعتهم بتتخزن. وبكر بيوصل مع الشرطة بيعرفهم الحاوية من الرسمة. وينزلوا الحاوية ولما بيفتحها بيلوهم لبسين لبس هندي وشنطتهم مليانة بلبس وجرايد هندي. عمر مش حمار يا حبيب منك ليه? بكر بعت لي سور دي. ولو انتو هتكذبوا هتتسجنوا خمسين سنة. ودلوقتي اسميكم وجنسيتكم. هاردي بيعرفوا على نفسه وبيقول له انا هندي وبالي بيقول له انا بريطاني. لا ومش هو الواحده. هو والاتنين الزبيب بيقول له انت فكرنا اسدى ان تلاتة دول بريطانيين. وبالي بيقول له ده احنا رايحين على الهند. ما تكذبش يا جلاب. عشان لها بنتهي. دولاب مين يا ابن الكلب? بص يا عم الحاجة يا زبوتة. احنا كلنا هنديين. والبنت دي اسمها تشاملي. والعيال دي برضك هنديين معايا. وبالي بيقول له انا بريطاني واسمي بالي. طب هاتجوز السفر. انا هديته البقر. اديته المين يا ابن الكلب? وانا عرفك. طب انت تقدر تثبت لي ان اسم جلاب. ايوة طبعا هات يا ابن التليفون ده. بص يا عم الحاجة يا زبوتة. كل الارقام اللي دي هندية. الزبط بيرن على رقم في يوم وبيكون جيته قاعد قدام سنترال تليفونات. والتليفون بيرن وبيقول انت فيني يا جلاب? ما تقلقاش صاحبي مستنيك في لندن. وبعد ما بيفل السكة خالب بيكونها يتكلم. فبيقول له اخرص خالص. يالا انت مش شايف يا زبوتة اللبس الهندي. انا بساعدك يا عم وعايزك تسيبني. بص يا ابني انا قلت لك ان عمر مش حمار. ولا انا حمار يا ابن والد سامو عليك انا بقى. مش ده جاوز السفر في اني لو المياب. بص انا كنت بساعدك وانت مش عايز. ودلوقتي بقى لو دكر يزبط في المحكمة ان احنا هنديين. واحيات امك لا يزبط في المحكمة. وفي خلال اسبوعين هكون شحينكم على الهند. اصلا عمر مش حمار. وهاردي بيكون فاهم كلامه بيروح لمن وبيقول لها ترجيم الكلام. وقعونا بتجي الترجيم بتفرح وبقول له هيرجعنا الهند وكمان في طيارة. وباكر بيغمز لهاردي وبنعرف انهم متفقين سوا وانه كل ده هاردي مخطط له. وبيقولوا ان الهند كانت هتكشف ان احنا التلاتة بريطانيين. بس الاسامي اللي هاردي ادهالنا في جوازات السفر طلعت لتلاتة مفقودين اصلا في ايران. ولما القضية روحت لأهل العيال قالوا ان هما سفروا في هجرة شرعية من خمسة وعشرين سنة. والتقرير قال ان الهند هتحددانهم من تاني. وبياخدوا التأشير الرسمية وبيكونوا راجعين في المطار وهما موسطين جدا. مشانا وعدتك يا ابني ان هرجعك في الهند خلال اسبوعين. خالب بيددوله التحية وبيقول له تسلم. بيكون مستغرب وبالي كمان بيعمل نفس الحركة. وهاردي بيقول له عمر مش حمار. ده الحمار الملك. الزبط بيكون مصدوم وبيسأل مانو. انتم مفرحلين ليه. فبتقول له اصل انت رجعتنا الوطن. اوبا اسم الله يا حمار. مشانا يا ابنت وعدتك ان هرجعك بلدك في طيرة. بتقول لي اريت مرازك معاك عشان تبوسك. وبتفضل تضح. لما بيوصلوا بلدهم بيفضلوا يشموا في الزرى وبيكونوا مبسوطين جدا. ومانو بتفتكر ايامها مع هاردي. بتقول له وقف العربية وبتنزع على الارض بس حافية. وبتفضل ماشية وهي مبسوطة وبيروحوا عند نفس حالبة المسارع. وهما الاتنين بيكونوا وبيلعبوا بس طبعا مش زي زمان. وهاردي بيسيبها تشيلوا وبتوقع على الارض. وخالب بيرجع لامو اللي بتكون بنفس البنطلون وبالي بيرجع لامو اللي خلاص بقى عندهم حل خيطة كبير في بيتها. واول ما بتشوفه مش بتكون مسدها نفسها. ومانو بترجع بيتها وهي بتعايت وبتفتكر ايامهم حتى لما صاحبهم ولع في نفسه. وهاردي بياخدها وبيورر اللوحة اللي قدام البيت واللي الصراحة مش عارف يا مكتوب على ايه? ولما بتخش بتفرح جدا انها رجعت وخصوصا انو عمل لها فقول بيت سعب بيك بينه. وبتخش نبوها ومش بيكونوا مسدقين نفسهم وبتروح تحضن ابوها وبتترمي في حضن امها وهاردي بياخدها في وصطة. وبيقول لها لكل حياته تأثرت. فبتقول له معادة انت بيقول لها مين قلت كده? في حد قال لي ان مدام الحياة ما انتهيتش فلسه في فرصة. بتنصدم من كلامه وهاردي بيقول لها انا تعلمت الانجليزي عشان عارف انك هترجعي. فبتقعد قدامه وبتقول له طب سمعني كده لمدة دقيقتين. بيبدأ يسمعها في نفس الكلام ان عيلته كلها ميتة. وبيقول لها انا وحيد ودلوقتي نريسني زوجة. ايوة ما انت متجوز فعلا. عمري ما وقفت التفكير فيك يا بنت عالبي وبردك عمري ما تجوز. كلامه بيصدمها اكتر. وبيقول له طب انت لي متجوزش? فبيقول لها عشان لما ما انه تدور على هارة ليهب كل صورة. فبيقول له انت معك حق زي ما جيت وعدت شفيت من الاول وانقصتيني. فبيبدي لها ايده وبيقول لها تقبلك تتجوزيني. ويرب بسرعة عشان رجل واجعاني. لكل لما بيكون في اجرة شرعية بتعرض للموت انما كنت مبسوط جدا وانت جمي. وهجريت الحقيقة كانت في الخمسة وعشرين سنة اللي انت كنت بعيد عني فيه. وبيطلع لها الخاتم وبيقول لها وبيقول ان مية واربعين سنة ما كانتش التأشيرات مطلوبة لدخول اي بلد. ومع التأشيرات بقى فيه عملية هجرة. والنهاردة الحدود بتمنع الفؤرة بس. وبعدها بنشوف مقاطر للمهاجرين من غير شرعيين. وبنعرف ان الكصة بتاعة الفيلم ماخوزة من واقع حي. وبعدها بيكونوا ماشيين. وبالي بيقول انا عايز افتح محل مناطية. هاردي بيقول له بتك او الله والمخالد اول احد هتشتري منا. وبيجي لهم واحد وبيقول لهم ما نفسكمش في هجرة غير شرعية. هاردي بيشقلوا على الارض وبيمشوا وهم بيتحكوا. ولحد هنا بينتهي في المنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتقدروا التعب الكبير اللي انا عملته. والفيديو زي ما هو فرحني ولحقني وشواءني برضا قعياتني زيكم. بس لو انا مكانكم مش هانسى ان اعمل لايك للفيلم. واشترك في القناة واعمل كل حاجة لازمة. واكتب كومنت من القلب وتفعيل زر الجرس. وكفية بقى حتى كده. واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.